الحقيقة أن هناك محاولة من سيد بهاء الحريري لأن يعود ويلعب دوراً في الحياة العامة في لبنين لكن هذا الموضوع باعتقادي يفترض أن يعقبه أسئلة عدة هل أن هذا الدخول هو دخول منظم؟ الأمر الثاني هل أن هناك غطاء أقليمي أو دولي لهذا الدخول؟ الأمر الثالث هل أن زعامة سعد الحريري كأبن للحريرية السياسية وللرئيس رفيق الحريري أصبحت موضوع على الطاولة للبحث؟ هذه أسئلة كبيرة لا أعتقد أن حركة بهاء الحريري إلى الآن تجيب عليها